كثيرة هي الأحداث والأوقات المؤثرة والمميزة التي تمر علينا خلال حياتنا منها المفرح ومنها المحزن ولكن عندما تذهب تبقى تفاصيلها مطبوعة بالذاكرة لأنها أخذت كل اهتمامنا في ذلك الحين فمن أراد أن يكتب لنا أو يسجل بعض هذه الأوقات المؤثرة في حياته يرى أن فيها فائدة ودرسا للآخرين فلا يتردد بنقلها من خلال قناتكم دروس الروح مجموعة التليجرام للتفاعل والمشاركة ستجدونها في الوصف الآن ننقل لكم قصة منقولة من رجل اسمه خليل وهو عربي يعيش في تركيا رافقونا الآن مع قصة خليل من تركيا تاريخ وقوع التجربة السادس عشر من مارس عام الفين وسبعة عشر لكن قبل ذلك أخوتي أخوات الكرام أحب أن ألفت انتباهكم أن لكل قصة وضعها الخاص ومستواها النفسي الخاص بصاحبها يقول صاحب القصة كنت ذاهبا لإحضار ابنتي من المدرسة وبينما كنت أسير في الشارع أصبت بنوبة قلبية مفاجئة ووقعت على الأرض كانت المنطقة مكتفة بالسكان وكان هناك العديد من الناس بالجوار ومع ذلك لم يهتم بي أحد فمر عدد من الأولاد الصغار وشاهدوني وأنا ملقا على الأرض لاحظتني فتاة صغيرة ربما تبلغ من العمر خمس سنوات فسألتني عما إذا كنت بخير لكنني لم أعد أستطيع قول أي شيء فعادت الفتاة إلى الداخل فجأة لم أعد أرى إلا السواد لا أقدر على تذكر المدة التي بقيت فيها في ذلك السواد ولكن فجأة فتحت عيناي وكان هناك شيئا واحدا لم أجد له تفسيرا لماذا أنا أطفو في الأعلى كنت في نفس المكان الذي وقعت فيه لكنني كنت أعلى قليلا وفجأة سمعت صفارات الإنذار ونظرت إلى الأسفل كان بإمكاني رؤية سيارة إسعاف يخرج منها أشخاص كانوا يضعون جسمي على نقالة سمعت رجلا يقول هذا الرجل ليس لديه فرصة للبقاء على قيد الحياة لقد كان هنا من دون أي مساعدة منذ ما يقرب من ساعة وقال رجل آخر أنا متأكد أنه مات بالفعل لم أكن أدرك أنني أبدو بهذا السوء لكنني استطعت رؤية كل شيء بوضوح وأنا في الأعلى أراقب المشهد كنت بحالة جيدة جدا أشعر براحة شديدة ومع ذلك انتابني القلق على زوجتي وابنتي ماذا لو علموا أنني مت كنت أعلم أن مكان عمل زوجتي لم يكن بعيدا جدا لذلك ذهبت إلى هناك على الفور كنت في مكتبها لكنها لم تكن موجودة رأيت أن شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بها كانت قيدة تشغيل وأنها كانت تبحث في صفحة عقارات باستنبول فيها منازل وشقاق للبيع لم أفكر بذلك كثيرا حينها لكن كانت له أهمية لاحقا في قصتي أصبحت فضوليا ماذا لو واصلت الارتفاع للأعلى وبدأت الارتفاع أكثر حتى تمكنت من رؤية المدينة بأكملها ثم ارتفعت أكثر وكان بإمكاني رؤية البحر الأسود والطرف الجنوبي لأوكرانيا تمكنت من رؤية كل من تركيا وأوكرانيا وروسيا واصلت الصعود عاليا لدرجة أنني في النهاية تمكنت من رؤية الأرض بأكملها من الفضاء الخارجي فجأة أصبح كل شيء أسود ولم أعد أستطيع رؤية أي شيء بدأت أشعر بالذعر وصرخت مرحبا لكن لم أحصل على رد فجأة رأيت ضوءا هائلا كنت قادرا على الطفو باتجاه ذلك الضوء وعندما دخلت فيه أدركت أنني انجرفت في دوامة ثم كنت فيما يشبه الكهف أو النفق كان بإمكاني رؤية الضوء نفسه لكنه كان في نهاية النفق بدأت بالطفو باتجاه ذلك الضوء واقتربت أكثر فأكثر وعندما وصلت إلى النهاية وجدت بابا كان على هذا الباب زغرفة إسلامية نموذجية فتح الباب وكان الداخل مظلما تماما ومع ذلك كان هذا لبضع ثوان بعد ذلك رأيت شريط حياتي يمر أمامي منذ أن كنت في بطن أمي إلى ذلك اليوم لقد عرضت علي العديد من أحداث حياتي التي قد نسيتها بعضها جعلني أشعر بالسعادة بينما ملأني البعض الآخر بالشعور بالحزن والذنب والأسى وما إلى ذلك وبعدها رأيت مرجا جميلا به عشب أخضر كان أكثر خضرة مما قد رأيت أو تخيلت كان يحتوي على أزهار ذات ألوان لا أستطيع وصفها دخلت منزلا رأيت شابا جالسا حالما رآني وقف وركب نحوي لقد بدأ مشابها لوالدي لكني عرفت أنه ليس هو لأنني رأيت صورا له عندما كان في العشرينيات من عمره أما هذا الرجل فكان يبدو أصغر مني سألته من أنت فقال لي إنه جدي جدي منذ أن عرفته كان على كرسي متحرك كنت مندهشا جدا طلب مني أن أرحب بجدتي ثم سألني إذا كنت أرغب في مقابلة والدي مشينا لفترة قصيرة رأيت والدي من بعيد عندما اقتربنا رحب بي بأذرع مفتوحة قال لي أنني كنت إنسانا جيدا لكنني بحاجة للتأكد من أن ابنتي لن تفقد دينها أبدا كنت أنا وأبي وجدي نسير على طول حقل ورأينا مسجدا جميلا على بعد مسافة وكلما اقتربنا كنت أشعر أن مشي أصبح أكثر صعوبة وشعرت كما لو أنني أصبحت ثقيلا ودخلوا إلى المسجد لكنني لم أستطع الدخول بعدها شعرت بنفسي أسحب إلى الوراء سمعت صوتا يقول بكل ثقة لا تدخل أنت لم تنتهي من حياتك عندما تكمل حياتك وتعمل على أن تكون شخصا جيدا ستكسب مكانك هنا فجأة رأيت ظلاما دامس ثم فتحت عيناي فأدركت أنني على سرير المستشفى وكانت زوجتي وابنتي حولي تفكيان على ما يبدو لقد بقيت ملقا على الأرض لفترة طويلة وكانت معجزة أنني نجوت شعرت بالألم عندما عدت إلى جسدي لكني لم أشعر بالتعب أو المرض انتهت ساعات الزيارة واضطر الزوجتي وابنتي للعودة إلى المنزل وعندما تعافيت رويت لزوجتي ما حدث بالضبط وقد واجهت صعوبة في تصديق ذلك في البداية لكنني أخبرتها بحقيقة أنني ذهبت إلى مكتبها وشاهدت موقع المنزل والشقة العقارية على جهاز الكمبيوتر الخاص بها فتفاجأت من كلامي قالت إنها لم تنظر إلى هذا الموقع من قبل وتأكدت أنه لا توجد أي طريقة يمكن أن أعرف بها تلك المعلومات إلا إذا كنت موجودا هناك بالفعل فأنا لم أكن قد ذهبت إلى مكتبها منذ أكثر من شهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر